الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونثني عليه وفقنا لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه ونسأله جل وعلا الإعانة على طاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن تفسير سورة يوسف عليه السلام حيث ذكرنا ما يتعلق بمخاطبة يوسف لأخيه وتعريفه بحاله وإبقائه لأخيه عنده فرجع إخوته إلى أبيهم فأخبروه بما كان من حال في مصر فقال لهم بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ما الذي حدث بعد ذلك وما هي بقية قصتهم لعلنا نستمع لآيات في هذا السياق في ذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ذكر الله جل وعلا حال يعقوب بعد أن جاءه الخبر بفقد ابنه الثاني وإمساكه وحبسه في مصر وأن ابنه الثالث بقي في مصر من أجل أن ينظر لأخبار إخوانه وما هي الحال حينئذ لما أخبروه بالخبر الذي يدخل الحوزن على قلبه وأخبروه بما كان من أخيهم بن يمين أعرض عنهم وتولى تاركا مكانهم منحصرا حاصرا نفسه في مكان آخر وأصبح يتخاطب مع نفسه متأسفا أن لا يكون أبناؤه عنده ولذا قال يا أسف على يوسف فأسفه هنا ليس لأنه يظنه أنه قد مات أو أنه قد جاءه ما يكون سببا لهلاكه وإنما أسفه على يوسف لأنه يعلم بأن الله سيرفعه وسينصره ولكنه كان بعيدا عنه فتأسف لألم الفراق ولأنه قد جهل حاله وبالتالي كان قلقا عليه ولذا كان مهتما من أمر يوسف خصوصا لما يعلم من أن الله سيرفعه واستمر الحزن معه حتى أن هذا الحزن أثر على بصره فنزلت عليه المياه البيضاء التي كانت سببا من أسباب عدم رؤيته ولذا إبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في نفسه وفي قلبه غيظ عظيم لفقد أبناءه ولكنه كان من الكاظمين الغيظ وبالتالي فقد كتم في نفسه ألما عظيما وحسرة كبيرة ومما أثر على بدنه وأثر على نظره فجاءه أبناءه يرجون منه أن لا يؤثر على نفسه بهذا الانعزان وهذا الحزن الذي لا يستفيد منه شيئا فقالوا له تالله قسما بالله أنك إن استمريت على هذه الحال من كونك لا تزال تذكر يوسف فإن الأمراض ستسرع إليك وستكون ممن زال عقله بالخرف بسبب هذا الهم العظيم وستكون حينئذ أسباب الهلاك والموت قريبة منك تالله تفتأ أي لا تزال تذكر أي تتذكر يوسف وتحزن عليه حتى تكون حرضا أي شيخا كبيرا خريفا أو تكون من الهالكين أي تأتيك الأمراض التي تسرع الهلاك تسرع بالهلاك إليك فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أي لم أتكلم معكم في هذا الأمر ولم أقم بتقديم أي شكوى عندكم فإن يعقوب يعلم أن هذا الأمر كله بقدر من الله جل وعلا لحكم يراها ولذا كان حديثه الحزين مع ربه دعاء وتضرعا وأما الخلق فإنه لم يتكلم معهم في شيء ولذا قال إنما أشكو أي أعرض حالي رغبة في رحمتي ربي على ربي جل وعلا والبث هو الكلام الذي يظمر أو الذي يظهر ما في الضمائر من بسي الريح لي من بسي الريح لي الحبوب ونحوها فهكذا هذا الكلام الذي يخرج من النفس وحزني أي ألم قلبي بهمي وغمي على يوسف إنما أشكوه إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فهو يعلم أن يوسف حي ويعلم أن الله سيرفع درجته وسيؤثره على إخوانه بل إن بعض المفسرين كان يقول لأبنائه بأن العزيز الذي أكرمكم إنما هو يوسف وهذا الرجل الذي قدركم هو أخوكم يوسف وحينئذ طلب من أبنائه أن يعودوا إلى مصر مرة أخرى من أجل أن يتلقفوا الأخبار وأن يتسمعوا لما قد يقال عن يوسف فقال يا بني فخاطبهم بالعلاقة التي بينه وبينهم وتذكيرهم بكونهم أبناء له اذهبوا أي عودوا إلى مصر فتحسسوا من يوسف أي يبحثوا عن يوسف بحواسكم سمعا وبصرا لتجدوا يوسف وأخاه ولا تيأسوا أي لا تقنطوا ولا تقطعوا الأمل في فضل الله عليكم ولا تيأسوا من روح الله أي من ما يكون من الله جل وعلا من رحمة بكم بأن تجدوا يوسف إن الشان أن لا ييأس ولا يقنط من فضل الله وإحسانه ورحمته إلا القوم الكافرون الذين يغفلون عن قدرة الله جل وعلا على إجابة المضطر وعلى إنجاء المحتاج والوقوف معه ذهب إخوة يوسف إلى مصر ودخلوا البلد وطلبوا أن يصلوا إلى يوسف ليتحققوا من توقع والدهم عندما أخبرهم بأن هذا الرجل الذي يكرمكم إنما هو أخوكم دخلوا عليه وبدأوا يسترحمونه ويستعطفونه بذكر الحال الشديدة التي وصلوا إليها مبتدين خطابهم بتعظيمه ومخاطبته بما يتناسب مع حاله فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي جاءتنا المشقة والجوع والحاجة وقولهم مسنا يعني أنه أتانا بطرفه ونخشى أن يواصل علينا وحينئذ جئنا لك طالبنا إحسانك فإننا أتينا ببضاعة مزجاه أي مخلوط جيدها برديها جاءوا يشترون الطعام بثمن ردي فقالوا جئنا ببضاعة مزجاه فأوفي لنا الكيل أي لا تُعاملنا ببضاعتنا المزجاه الرديا التي فيها التي فيها عيوب وإنما عاملنا بكرمك فأعطنا فأعطنا القمح كاملا كحمل بعير فأوفي لنا الكيل أعطه لنا تاما وافيا وتصدق علينا أي زد لنا من زروع مصر لما نحن فيه من الحاجة وهذا السؤال يراد منه أحد أمرين ما أنه يراد به ظاهره ليزاد من الطعام الذي يحتاجون إليه وأما الأمر الثاني فأن يستعطفوا يوسف لأجل أن يعرفوا هل هو أخوهم أو لا ولذا قالوا إن الله يجزي المتصدقين أن يعطيهم أحسن مما تصدقوا به فقال لهم يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وآخيه يقول أنتم قد أخطأتم مع إخوانكم وفعلتم فعلا غير مستحسن فكيف تطلبون أن يحسن إليكم ثم تدعون أنكم قائمون بأهليكم وهؤلاء أخوتكم قد فرطتم فيهم ولم تراعوا حقهم فكيف يصح لكم دعواكم هل علمتم أي هل تذكرتم ما فعلتم بيوسف من مضايقته وإلقائه في الجب وتمكين السيارة من أخذه وما فعلتم بأخيه من مضايقته ومن عدم الدفاع عنه ومن أنواع التصرفات غير المستحسنة ثم حاول أن يعتذر لهم قال إذ أنتم جاهلون أي أخطأتم حكم الله ولم تسيروا على مقتضى شرع رب العزة والجلال فحينئذ تأكد لهم أن الذي يخاطبهم هو يوسف ولذا قالوا أئنك لأنت يوسف أي صفات يوسف فيك وأفعاله الجميلة نجدها عندك وبالتالي نتوقع أنك أنت أخونا يوسف فقال يوسف عليه السلام نعم أنا يوسف وأنا أخوكم وكان أخوه قد وضعه وراء حجاب ولذا قال وهذا أخي قد من الله علينا أي تفضل علينا وأنعم علينا بأنواع النعم ولذلك رفعنا وأعلى منزلتنا وذكرهم بالسبب الذي ينال الإنسان به رفعة الدرجة فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فالله جل وعلا يأثر من عنده ويرفع من يشاء حينئذ أسقط في أيديهم وشاهدوا من كانوا يحاولون قتله بالأمس وألقوه في غيابة الجب غيرها به نبه وآذوا والدهم بأخذ أبنائه وفلي ذات كبده من تحت يده ولكنهم وجدوا الرجل الكريم فطلبوا منه أن يعفو عنهم واعترفوا بأن الله قد كان معه فلذا قالوا تالله أي قسما بالله لقد أثرك الله علينا أي رفعك واختصك بنعم لم تصل إلينا وحينئذ اعترفوا بجريرتهم السابقة وبفعلهم الخاطئ فقالوا وإن كنا لخاطئين وتلاحظنا أنه قال لخاطئين ولم يقولوا مخطئين لأن المخطئ هو غير المتعمد والخاطئ هو غير المصيب هو غير المصيب ولذا اعترفوا بخطائهم وتقصيرهم ومجاوزتهم حينئذ تنازل يوسف عن حقه وقال لا تثريب عليكم اليوم أي لن أقوم بتوجيه اللوم والعتاب على جرائمكم السابقة وإنما سأسامحكم وسأطلب من الله جل وعلا أن يسامحكم فقال يغفر الله لكم جازما بعفوه وهو أرحم الراحمين فهو يقبل توبة التائبين ومن ثم بدأ بتجهيزهم ليعودوا إلى بلدهم الشام لا ليسكنوا هناك وإنما ليجلبوا بقية وسرتهم ليعيشوا في مصر في كنفي يوسف عليه السلام فقال اذهبوا بقميصي هذا هل هو القميص الأول الذي قد من دبر أو غيره وجهان لأهل العلم أمره من يعود بهذا القميص وهو أحد ثياب يوسف فيه رائحته وفيه شيء من خصائصه قال فألقوه على وجه أبي أي ليكن منكم مفاجأ أهله بأن تلقوه على وجهه من غير أن تشعروه بأخباري وبما آثرني الله جل وعلا به وحين وحين إذن أرجو أن يكون هذا سبب من أسباب ذهاب العمى عنه فإنه متى تحرك قلب الإنسان زال ما يكون وأمام عينه من مياه تمنعه من الرؤية وبالتالي أمر يوسف وإخوانه بأن يعود إلى أبيهم وأن يقوم بالقائد القميص على وجهه فإنه متى كان الأمر كذلك فإن الله سيتولى شأن يعقوب بأن يجعله بصيرا وحينئذ طلب منهم أن يحضروا أهاليهم جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء لينتقلوا إلى مصر فيكون في كنفي يوسف عليه السلام ولذا قال وأتوني بأهلكم أجمعين خرج خرج إخوة يوسف من مصر قاصد الشام ليصلوا إلى أبيهم هناك فلما فصلت العير أي تركت مدينة مصر واستقلت الطريق وانفصلت عن بقية معالم المدينة قال أبوهم يعقوب عليه السلام إني لا أجد ريح يوسف هنا ريحة يوسف قد وصلت إلي لولا أن تفندون إما تصفونه بالخرف وإما أن يراد به استهزاؤهم وسخريتهم منه وحينئذ قال من عند يعقوب تالله أي قسما بالله إنك لازلت في ظلالك القديم يوسف فقدناه قبل ثلاثين سنة قد أكله الذئب ولم يبكي منه شيئا فكيف تقول سألقى يوسف وسيعز الله يوسف وسأكون عند يوسف استمرت القافلة في سيرها إلى الشام وأرسلوا رجلا في مقدمة القافلة ليدخل على يعقوب فيخبره بخبر يوسف وبني يامين ويبشره بأنهم قد كانت لهم العاقبة الحميدة وأن الله رفع درجاتهم في الدنيا فلما جاء البشير أخذ القميص ووضعه إلقاء على وجه والدهم يعقوب فتحرك قلبه وزال ما في عينه من الماء الأبيض وحينئذ عاد إليه بصره فأصبح يشاهد فقال لقومه الذين كانوا يتحدثون عنه ويقولون إنك لفي ظلالك القديم قال ألم أخبركم سابقا بأني أعلم من الله ما لا تعلمون فإن الله قد أخبرني بأنه سيرفع شأن يوسف وبالتالي فأنا قد علمت من الله ما لا تعلمون فقال يا أخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا أي اطلب محو ذنوبنا ومعاصينا إن كنا لخاطئين أي قد خالفنا أمر الشرع ولم نصب فيما فعلناه وحينئذ قال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي أي سأطلب من الله أن يتجاوز عن ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم فهو يستر الذنوب ويرحم أصحابها من التائبين لماذا أرجع يعقوب الاستغفار فقال سوف أستغفر لكم بينما يوسف بادرهم بالعفو عنهم وقال لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أجيب يقول هناك يوسف صاحب الحق فجزله أن يتنازل عنه وأما يعقوب فإن ابنه ليس صاحب الحق ابنه صاحب الحق وهو ليس صاحب الحق وبالتالي أرجع الاستغفار لوقت آخر بعد أن يستأذن من يوسف وقيل بأنه يختار الأوقات المناسبة لإجابة الدعاء فهذه الآيات فيها فوائد وحكم كثيرة فمن تلك الحكم أن المصاب بمصيبة لا ينبغي أن يعزل وأن يترك وحده لما في ذلك من فتح باب الهموم والغموم عليه إذا أراد أن يستفيد الإنسان من ما يقع عليه فعليه حينئذ أن يؤمن بقضاء الله وقدره في هذه الآيات أيضا أن العبد قد يتماد به الحزن حتى يتلف شيئا من أعضاء بدنه ولذا لم يكن الحزن مرغبا فيه ومن عبد الله بالحزن لذات الحزن أخطأ طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لفراقك يا إبراهيم لم احزنون فنقول هذا الحزن ليس على جهة التعبد وإنما ورد إلى قلبه بدون أن يكون قاصدا له وفي هذا في هذه الآيات تذكير الإنسان بما قد يرد عليه من أقدار الله المؤلمة في هذه الآيات أن من مقتضى الصبر على أقدار الله ألا تتحدث بها عن الآخرين وفي هذه الآية الترغيب في أن يظن العبد في الله الظن الحسن فيظن أن الله سيغفر له وأن الله سيرحمه وأن الله سيغنيه وأن الله يتولى شأنه كله فإن حسن الظن بالله عباده قد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء ولذلك ليكن من ظن كم في الله أن تقبل أعمالكم الصالحة من صلاة وصيام وقيام فليكن من شان كأن تظن في الله أن يقبل منك هذه الأعمال وليكن من ظنك الحسن في الله أن تظن أن الله سيجيب دعواتك وسيحقق مرادك أو يجلب لك من الخير ما هو أعظم من ذلك ولذلك الوصية للجميع بال بالارتباط بالله عز وجل وإعتقاد أنه يقدر الخير والجميل وفي هذه الآيات مخاطبة صاحب المنزلة العالية بما يتناسب مع مقامه بما لا يخالف الشرع ولذا قال إخوة يوسف يا أيها العزيز وفي هذه الآيات أن ذكر الإنسان ما هو عليه من حال سي قد يرقق القلب وفي هذه الآيات جواز شراء البضاعة المزجاه المخلوطة بين أكثر من صنف وفي هذه الآيات الترغيب في الصدقة حسن الكيل وفيها أن الله بفضله وإحسانه ينيل المتصدقين من الخير ما يتناسب مع إحسانه وفي هذه الآيات تذكير الإنسان لغيره ممن يطلب منه معروفا بسابق حاله ليعرف مقدار نعمة الله عليه وفي هذه وفي هذه الآيات فضل هذه الصفات الثلاث التقوى والصبر والإحسان وفي وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بذنبه السابق لأن لا يتماد به وفي هذه الآيات تعريف الإنسان بنفسه بذكر اسمه ولذا قال أنا يوسف في هذه الآيات فضل الله عز وجل على يوسف وأخيه يننجاهم من السوء لما عندهم من التقوى والبصر والإحسان في الآيات فضل الإحسان إلى الآخرين وأنه من أسباب نجاة الإنسان في هذه الآيات اعتراف المذنب بفعلته وطلبه التخطيف عليها في هذه الآيات أن الله يرفع المتمسك بدينه أعظم من رفعه لغيره في هذه الآيات فضل المنة من الله جل وعلا وفي الآيات أجر الإحسان وفضله وأنه لا يضيع ثوابه وفي هذه الآيات أن الدرجات في الدنيا تنال أصحابها بما لا يتوافق مع ترتيبهم في لغاتهم أو أجناسهم أو ألوانهم أو غير وغير ذلك وفي هذه الآيات شفقت يوسف على أبيه لأن ظاهر الآيات أنه سألهم عن والدهم وفي وفي هذه الآيات ممتاز به أنبياء الله من أفعال لحكمها يراه سبحانه يراها سبحانه وتعالى في هذه الآيات تفضل الله على يوسف وآبيه بأن حقق مراده بعود نظر والده وفي هذه الآيات من الفوائد أن لله سننا في الكون قد يخلف ويجري الأمور على ضدها لحكم يراها سبحانه وتعالى وفي الآيات اختيار الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة للدعاء فإن يوسف إنما أخرهم إلى وقت مستقبلي قريب وفي هذا أن الذنوب ترتفع بالاستغفار والتوبة هذا شيء من فوائد هذه الآيات بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر